سلام عليكم. دي سؤال بيقول لو اشتغلت المشروع على الريفت والتيم الديسي او بقى الفريق طبعا شغال بقى التخصوص. هل كده اسم بيم ولا ليش طرحة التانية غير نقول الحاجة معمولة مدر على الريفت. طيب خلينا نقول ان ده اسمه لتل بيم. احنا عندنا نصالحين. النصالحين دول تقريبا عدنا شهر عشان نترجمهم الترجمة سريمة في الكاموس بتاع البيم. اه لتل بيم وبج بيم. طبعا الترجمة البسيطة البيم الكبير والبيم الصغير بس هي مش كده. وبيم كتاب اسمه بيج بيم عند لتل بيم. اسم كتاب كده. قرناه كله عشان نعرف نترجم الترجمة صحيحة. فالليتل بيم هي بيم ذات القدرات محدودة مش كامل. وبج بيم ذات القدرات فائقة. اه البيم ذات القدرات الفائقة يبقى كل شغال بيم. فانا هقدر عمل كوردينيشن. هقدر اعمل حصر. هقدر اشوف المبنى بشكل كويس. انما الليتل بيم غالبا المعماري هو اللي عمل بيم والكهروب كاركري اللي مش عمل. فما استفادش بقوة البيم. ما تدرش عمل كوردينيشن. تمام? في غلطات كتير هتتظهر. وهكذا. يعني من كم يمكن حد بيسألني احنا قبل البيم كنا نتشغل ازاي. انا بقول البيم بكذا فلا يا عم احنا عايزين نغفر. اه قبل البيم كنا نتشغل ازاي? وبطلو كنا نلبس في الحيط. يعني كنت بعد ما تعمل الكاميرات والاعمدة والحاجات دي كلها تكتشف ان في اه ضغط مش عامل حسابه. فاتضطرت كسر في قمرة. فاتضطرت تعمل اعادة احمال تاني وتبدأ تكبر الاعمدة وتبدأ شوف نظام انشاء تاني. كانت مصاب سودا. تمام? كان فيه مستشفى للمستشفيات. اه. الجهاز يعني كان فيه غرفتين عمليات. فهما عملوا التصميم كله وبدأوا يفرشوا. فوجوا ان الجهاز مش هينفع يدخل في الغرفة دي. طب ما كده المستشفى تعطلت. صاحب مستشفى جي وشتا معامل وبتاع. خلاص اتبنت. تمام? بس كانش عامل حسابهم في او في الاجهزة اللي تبقى موجودة. فبعتوا قاعد يشوفوا الشركات. ولو شركة عامل حاجة او طا تنفى تتركب. بس اغلب دعف يعني. هي صيارة او نعم بس اغلب دعف. فاضطروا هما يدفعوا الدعف ولا هيدطروا مثلا يكسروا حاجات يكسروا في سينج ويخلوا الماكينة ده يدخل. فالموضوع فيه مشاك كتير البيم حل مشاك كتير جدا مبزيزة في موضوع كوردانشن لتقدير اه التكلفة. طيب لو اش قلت مشروع كده مشروع بيم اكيد البيم يكمت اعلى بالنسبة للعميل لو مش فايا مش هيفرق معي. اتكلم معه ازاي لان اكيد اقنعه. يعني انت تبدأ شوف العميل ده مسلا ورره المزايا. ورره ان مسلا مشروع بتشتغلت فيه كان فيه مشاك كتيرة وتحللت في البيم اثنان ديزاين باش في المرحلة كوردانشن. بتبدأ تووريه مسلا مزايا يعني هو بيفكر حاجة واحدة الربح. فانتبدأ تكلمه ان فيه مكسب كبير للشركة لو احنا شانا و اشتغلت فيه مكسب